سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد واهلا بكم فيديو جديد وسريع في الفيديو ده النهاردة ان شاء الله هقولك ان انت ازاي تقدر تترجم اي فيديو ليك على اليوتيوب بطريقة جديدة طبعا في الطرق اللي فاتت تكلمت ان انت ازاي تقدر تترجم فيديوهاتك باستخدام الفيسبوك كون ان الفيسبوك بيدعم ميزة ان انت تترجم الفيديوهات وتقدر تحمل ملف الترجمة وترفعه على اليوتيوب النهاردة بقى هقولك على طريقة مختلفة وجديدة للناس اللي ما بتحبش التعائدات الخاصة بالفيسبوك باستخدام تطبيق من شركة مايكروسوفت وهو تطبيق مايكروسوفت كليب شامب تمام هو اسمه كده مايكروسوفت كليب شامب اي ان كام التطبيق ده مجاني لكل من ويندوز عشرة ويندوز حداشر لو انت بتستخدم ويندوز عشرة ازا هتلاقي عندك على ويندوز عشرة لو انت بتستخدم ويندوز حداشر ازا هتلاقي عندك على ويندوز حداشر كل اللي هتعمله. هتيجي هنا عندك. ده على اللي هو اا مايكروسوفت ستور. بالمنظر ده. هيفتح معك. هتروح هنا رياح عندك مختار او باحس عن اسم التطبيق. بالمنظر ده كدهو. تبحث عن اسم التطبيق. هتلاقي عندك التطبيق بالفعل موجود على اا مايكروسوفت استور. از كان على ونس عشر او ونس حداشر. طبعا هتعمله وهو بالطبع عندي. فبالتالي هنا هنا هنعمل بشكل مباشر او هنفتح التطبيق عشان اقول لك بقى ان انت زي تقدر تترجم الفيديوهات بطريقة بسيطة جدا زي ما تشايف ان انا هنا طبعا دي الوجهة الخاص عندي بالتطبيق انا طبعا مش هشرح لك يعني البرنامج ده هو برنامج منتاج اصلا ولكن انا مش هشرح لك دلوقتي ان شاء الله ممكن اخصص له فيديو اخر ده لو انت حابب ان انا اخصص له فيديو اخر اشرح لك بالتفصيل ده شيء يرجع لك انما النهاردة انا هتكلم على ان انت زي تقدر تترجم فيديوهاتك فأتيجي هنا عندك على كريات نيو فيديو هتدوس عليه وطبعا هنا بقى محتاج ان انت تختار الفيديو بتاعك افتراضا انا اخر فيديو عندي على القناة اللي هي قناة كريزي نت للأسف مش مترجم فانا محتاج ان انا اترجمه فدلوقتي طبعا اروح رايح هنا عندي احمل الفيديو افتراضا اه نيجي هنا هوا عشان البتاع للأسف مش ظاهر تمام ان يترنت ده ولود مانجر مش عارف يظهر ليه في النفذة الخفي دي مش عارف والله بس آacc انا طبعا ممكن احمله هنا عندي يعني على تل Steven حمل الفيديو بالطريقة اللي تعجبك وتنسبك تمام ده شيء يرجاع لك انت احمل الفيديو بطريقة اللي تعجبك وتناسبك يعني شوف انت هتقدر تحمله من جوة الدور شوف انت البرامج بتحمل ده شيء يرجع لك في انت افتراضا لو الفيديو على جهازك هنا هتروح جاي حاطت الفيديو بتاعك كميل الفيديو بتاعي في فى بالdownload اراح هنا جاي عندي في ويمختار عندي الفيديو يا ربي فين انا حطيته هو ده هو ده الفيديو اوم جاي طبعا اه قافل ده اوم جاي سحبه وحطه هنا هو في شفت الموضوع بسيط زي كده سهل جدا اروح هنا جاي عندي على زائد وروح هنا جاي عندي على حاجة اسمها اللي هو ده اللي فوق اللي هو تمام اروح هنا جاي عندي على وطبعا اختار هنا عندي اللغة افتراضا اللغة بتاعتي العربية مصر عشان خاطر اللهجة فبالتالي انا بعرف الزكاء الاصناعي اللي هيقدر يطلع كلماتي او النص بتاعي ان انا بتكلم باللهجة المصرية فده هيسهل على زكاء الاصناعي اكتر فانا اختار هنا عندي كلمة ايجيبت او عربي مصر او طبعا تشوف البلد اللي هي بتاعتك طبعا هنا بيقول لك ان انت تقدر تفلتر اللغة فانا مش بحتاج ان انا اعمل فلتر اللغة يطلع لي كل الكلام زي ما هو اروح هنا عندي تمام انتظر هنا عندي لحد اما يخلص طبعا هنا بيقول لي هياخد خمس دقايق اربع دقايق تلات دقايق شفتوا سريع ازاي فانا انتظر عندي لحد اما يخلص وارجع لكم مرة تانية زي ما انت شايف ان هو بالفعل خلص وطلع لي الترجمة زي ما انت شايف ده ترجمة الفيديو بشكل كامل طبعا كل اللي انا محتاجة عامله دلوقتي هو ان انا اجي هنا عندي على دونلود كابتشان اللي هو دوت اس ار تي اللي هو صيغة الترجمة بعد كده اروح هنا عندي على الفيديو بتاعي. طبعا هنا اجي هنا عندي على الفيديو بتاعي اللي انا حملته اول انا حابب ان انا اضيف عليه ترجمة او انا ترجمته. بعد كده روح هنا جاي عندي على تعديل الفيديو. اول ما تدوس هنا عندي على تعديل الفيديو هو هيفتح معك بالمنظر ده. هتروح هنا بقى عندك على حاجة اسمها الترجمة. هتدوس هنا عندك على الترجمة. بعد كده تروح هنا جاي عندك على اللغة العربية اللي هي لغة الفيديو. تقوم جاي هنا دايس على اضافة. بعد كده تروح هنا جاي على تحميل ملف. ثم هتيجي هنا عندك طبعا بيقولك يتضمن معلومات الفيديو هتقوله المتابعة. بعدك هتروح هنا جاي عندك على الملف اللي انت حملته وده هيسعى لدبل كليك. وهتلاقي عندك ان الملف اضاف والترجم بشكل مباشر. تعال دلوقتي نشوف الفيديو نسمع بعض الترجمة. سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف وسعيد. وقهر بكم فيديو جديد. فيديو النهاردة ان شاء الله. هقول لك نيت ازاي تقدر تعمل فيديو او شفت كل حاجة بكل سهولة ترجم كل شيء بكل سهولة. او مجاي بقى دلوقتي دايس عندي على نشر على اساس ان انا انشر الترجمة. هنا طبعا بقى انا محتاج اضيف لغات اخرى كمسال لغة انجليزية. اروح هنا جاي عندي على اضافة لغة. تمام? اروح هنا جاي مسلا مختار عندي افتراضا اللغة الانجليزية. او جاي مختارها. اجي هنا عندي على العنوان والوصف. اروح هنا جاي عندي على اضافة اللي هي في القسم الانجليزي بالمنظر ده. اروح هنا جاي عندي مترجم العنوان طبعاً باستخدام جوجل ترجمة او بالطريقة اللي تناسبك انا عن نفسي باستخدم اداة هنا اللي هي الادية العادية اللي هي اصلاً امع على جوجل ترجمة في الاساس أدوس هنا عندي اروح هنا جاي عندي على الاداة افتراضاً بالمنظر ده وانا اي حاجة اجي مسا هنا عندي بالمنظر ده او مت según ضييف هي يعني هتتحول عندي اجي هنا عندي ما اختار اللغة الانجليزية زي ما انت شايف كيفية صناعة افلام انا راح جاي هنا دايس على كوبي وتحطت العنوان هناه واقوم جاي هنا عندي على الوصف بالمنظر ده من ترجمه نفس الشيء جاي هنا عندي اقوم حاطت الوصف هو اوتوماتيك بيتضاف اروح جاي عندي على كوبي والوصف اضاف كده انا ترجمت العنوان والوصف الخاص بالفيديو للغة الانجليزية او اي لغة انت عايزها. بعد كده انديجي هنا عندنا على نشر. دلوقتي انا محتاج ان انا اترجم الترجمة. تف verstehenي. اترجم الترجمة اليوتيوب بيدعم ان انت ترجم الترجمة بشكل مباشر. تيجي هنا عندك على اضافة في قسم الترجمة هناقو في اللغة الانجليزية. اجي هنا عندي على اضافة. بعد كده تلاقينا حاجة عندك اسمها ترجمة تلقائية مسافة ما ادوس عليها كل حاجات تترجم للغة الانجليزية تعمل النشر وانتهى الموضوع عندك كده بالفعل ترجمة الفيديو بتاعت للغة الانجليزية افتراضا لو انا جيت دلوقتي عندي واجيت نسبة. سلام الله عليكم ازاي? تمام? هنا تلا عندك ان الترجمة باللغة العربية. الترجمة باللغة الانجليزية موجودة نعمل كده اهو. بافتراضا نقنجين هنا عندي على نفسة متصفح جديدة. هو يفتح معي باللغة الانجليزية تقريبا. سلام الله عليكم. تمام? او نغير حتى اليوتيوب يا سيدي اللغة الانجليزية انا ما اظن مش عارفه بتغير منين والله انسيت. اه هنا هو تقريبا صح? اه. تمام نغيره للغة الانجليزية. افتراضا اللي هو الانجليش يو اس تمام سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عبداللطيف سعيد مش عارف ايه ترجم اللي انا بقوله بالظبط زي ما انت شايف بكل سهولة حرفيا الموضوع استغرق معك سواني ما استغرقش سواني هو بس السواني اللي باستغرقها مجرد انه هو بيترجم بس في الفيديو سريع جدا والطريقة سريعة جدا وبس خلاص ده كان الفيديو عجبك الفيديو بقى متساشنت اشترك فوق انا وتفعل الجرس وما تساشتعمل لايك الفيديو لانه بيتعاملنا بشكل كبير جدا وبس خلاص شاركوا عن الخير بقى بزنا للفيديو جاي ومع السلامة